من الحدود البولندية الأوكرانية ينضم إلينا موفد الحدث ليث بزاري ليث أهلا بك معنا في هذه الساعة وضعنا في صورة المشاهد من حولك وماذا حتى عن أعداد النازحين الأوكرانيين الذين يلجأون إلى بولندا دعيني في البداية الحديث عن خبر الواشنطن بوست بنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا عبر هذا البلد بولندا فأثناء رصدنا لحركة نزوح الأوكران في الأراضي البولندية شاهدنا يعني عربات عسكرية أرتال عسكرية بولندية تحمل لوحات مرور أو أرقام سيارات بولندية تتحرك في المنطقة بعيدا عن مراكز وبؤر اللجوء وأحيانا كنا نشاهد عربات عسكرية في ساعات الغروب تحديدا عندما كنا نتنقل من معبر إلى آخر أو من مركز حدودي إلى مأوى نازحين وكانت هذه العربات العسكرية لا تحمل لوحات أو نمر سيارات يعني لا أستطيع أن أجزم ولكن قد تكون تنقل أسلحة إلى أوكرانيا خصوصا أن تلك العربات أو المركبات كانت تسير باتجاه الشرق باتجاه هذه المنطقة الحدودية أي أوكرانيا ولكن ليس باتجاه المعبر الحدودي الأوكراني البولندي الذي نشاهد خلف معبر ميديكا ومنذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا تجاوز عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا 3 مليون ومئة ألف شخص منهم طبعا مليونين في بولندا و520 ألف في رومانيا و370 ألف إلى مولدوفا و290 ألف إلى هنغاريا و240 ألف إلى سلوفاكيا المجاورة للحدود أما إذا تحدثنا عن أساليب دعم اللاجئين الذين يعانون كثيرا كما تعلمين فقد افتتح متجر كبير يعرض ملابس مجانية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الحرب في أوكرانيا في مركز تسوق مهجور في كراكوف والذي تم تحويله أيضا إلى مأوى مؤقت لمئات اللاجئين إذ تم تجديد الهايبر ماركت أو السوق الكبير الذي كان هو عبارة عن كان يسمى طبعا وما زال يسمى بلاتزا مول تم تحويله إلى متجر كبير يضم أقساما تقدم أنواع مختلفة من الملابس والأحدث يبتعر في اللاجئين ليس فقط طعام وشراب وأطباق بل يحتاجون إلى ألبسها خصوصا في هذا التقصي البارد وكمان حولوا جزء من المول أو المركز التجاري إلى مراكز أو مناطق للألعاب الأطفال وهذه واحدة من أكبر المبادرات في الأراضي البولندية لتقديم المساعدة للاجئين الأوكرانيين الذين يصلون عادة إلى بولندا ومعهم القليل من الأغراض أو الحاجيات الشخصية أما حدوديا وتحديدا يقضيها اللاجئ في هذه النقطة قبل الانطلاق إلى نقاط أخرى داخل بولندا أو حتى إلى دول أوروبية أخرى في بداية الأزمة في الرابع والعشرين من الشباط كان الانتظار طويل لأنه لم يكن هناك تقنين لوجستي لنقل هؤلاء اللاجئون ولكن وبعد أيام وبعد الآن بعد أربع أسابيع مع قارب الشهر تغير الوضع فهناك الكثير من الحافلات التي تنقل هؤلاء اللاجئون أو النازحون وتكون حسب الوجهة أو حسب المركز الإيواء الذي ينقل إليه النازح ولكن لا تزيد عن ساعتين انتظار في المنطقة العبورية أو المنطقة الحدودية وإذا تحدثنا عن الحدود البولندية مع بيلوريوسيا أو روسيا البيضاء فقد أعلن حرس الحدود البولندي أن سبعين أجنبيا حاولوا دخول بولندا بشكل إليغل يعني غير قانوني عبر الحدود مع هذا البلد بيلوريوسيا في المنطقة الحدودية في محافظة بودلسكي وهم يحملون جزيات العراق سوريا وإيران واليمن كما دخل 12 مواطنا عراقيا بشكل غير قانوني إلى الجانب البولندي من الحدود عن طريق نهر سفيسلوتش وهو نهر موجود في شمال بولندا ودخل مرسوم وزير الداخلية البولندي حيز التنفيذ الذي ينص على حظر مؤقت على الإقامة في 183 مدينة شمالية بالقرب من الحدود مع بيلوريوسيا أو روسيا البيضاء بما في ذلك 115 في محافظة بودلسكي و68 في مقاطعة لوبليسكي ويستمر العمل بهذا القانون لحتى الآن حتى 30 من يونيو من هذا العام 2022 ومن الحدود البولندي الأوكرانية موفد الحدث الزميل ليث بزاري ليث شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر